اشتركوا في القناة لمدة شهرين رشيد مقدم تنقل الى المزرعة ببلدية ولاد حملة وعاد بالتقرير التالي للأسبوع الثالث على التوالي يتواصل اضراب عمال المزرعة النموذجية عوبدية طهر في بلدية ولاد حملة الوقع بدائرة عين مليلة احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية وحملة الحرف والبذر على الابواب التي على ما يبدو بيضاء هذا الموسم لمحلة العمال مسرون على موصلة الاضراب في مسعى لانقاذ المزرعة من الافلاس ورفع الاجر القاعد لتحسين القدرة الشرائية المتدهرة لكل العمال الذين يطالبون في ذات الوقت برحيل مدير المزرعة متهمين ايه بانتهاج اسلوب الاهانة الحجرة والتهميش على حد تعبيرهم نحن المدير هذا رأيه سبنا واشتمنا وهاننا ورأيه وطلبنا في أبسط الأمور مع طهر الناشطة الحقوق ورأيه صالار دوبار ستعنا اليوم رأيه في 2013 رأيه 950 الف مكانوال والفيرمة هذه رأيها الافلاس وهم اللي راح يدروها الافلاس ونطلب من الوزير الفلاحة ورئيس الحكومة يشوفوا لنا رأيه ولدنا اضعوا الاشترا والفيرمة هذه رأيها سنة بيضة توقيفات تأسفية هذه كل حقرة خلانا بالعيد خلانا بالرمضان هكذاك ولادنا للشر سمعت والله قاسمنا بالله الصباط الولدي له والله ليش يريته اختر ما السلاك ما سلكناش اليوم شهرين ما سلكناش لي منشوفوا عنا الفيرمة هذه والنها ساد عوش وقربوا الفيرمة بصحنا والله بإذن الله نوكفوا الفيرمة علاج ليه ما يلزمناش وللرد عن مطالب العمال حاولنا الاتصال بالمدير الذي لم نجد له أثرا بمكتبه المغلق لمدة ناهزت خمسة أشهر يضيف العمال فيما غابت الهيئة المستخدمة عن جلستي المصالحة بمكتب مفتشية العمل بعين مليلة قصد تسوية الخلاف القائم بين الطرفين في حين سجلنا الغياب التام لمجمع البدور والشتائل والأنسال الذي ما زال يلازم مقعد المتفرج في سياق مماثل يشهد السوق المركزي المغطى وسط مدينة بشار كارثة بيئية جراء تدفق المياه القادرة داخل ممرات السوق حيث لم تفلح الجهات القائمة على نظافة المحيطة في وضع حد لهذه الكارثة البيئية في ظل غياب تام لمصالح البلدية بصفتها المسؤولة الأولى على أن رفع القمام أقول وإصلاح البلعاد وقد تفجأ المواطنون من قصدية السوق بإغلاق الأبواب في وجوههم بعد أن رفض التجار مباشرة عملهم بسبب الفساد الذي طال سلعهم وخاصة اللحم نوردي المصري عاد بالمشاهد والتصريحات تالية المرشي هذا ما كاشر يجي نقي احنا عايشين عايشين فوح الكاريتة كبيرة وصير سواء هذا السنترفيل لا عينك ها شوف 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 كيف حصل دروق هذا كيفاش يرعي يقول لك ليجيان ويقول لك دعمك الميكروبات وهذا دروق هذا المرشي رفي الحم في الفروي في كل شي احنا عايشين هذا المظهر يوميا الموينة سيكوريتي نتاع المرشي ما كانش الكلياراج ما كانش الاكستنتر ما كانش لو كانت تحرقنا غاراج ولا تريسينتي ولا حاجة ما عدناش باش نطفو المرشي نطلبوا من السلوطات تعطينا الاكستنتر في كل كولوار والنظافة وتنبه الاكلياراج الاكلياراج احنا نعص بلاكلياراج تزال الكثير من الارياف والمناطق الزراعية بحاجة لدفعة قوية حتى تستطيع التخلص من عزلتها وتخلفها فقرية اقول هل الفلاحية بدائرة ششار جنوب خنشلة يقطع سكانها الممرات الضيقة والاحراج حتى يصلوا لبستينهم لينقلوا غلتهم عبر وسائل بداية بالاضافة لحرمانهم من الخدمات الصحية وقد طالب السكان بإفادة لوجان تحقيق حتى تكشف تلعب السلطات المحلية في تجسيد برامج التنمية الريفية ونفس الامر يتكرر في بلدية سيدي بختي بولاية تيارت حيث تعاني البلدية من نقائص عديدة اهمها انتشار القمامة وغياب شبكة مياه الصرف الصحي ويطرح مشكل نقص المياه نفسه بقوة في البلدية بعد قطع المواطنين لمسافات طويلة قصد جلبه هذا وقد افادت مصادر من بلدية سيدي بختي ان السلطات بصدد تزويد البلدية بغاز المدينة والمياه في القريب العاجل بعد ان ورث المجلس الحالي المشاكلة من المجلس السابق للبلدية دير بن داود عاد بالمشاهد والتصريحات التالية اشتركوا في القناة هذه الكارثة هذه العصارية في سيدي بختي احنا يا ريهمتنا نظافها ببلاد سيدي بختي استنجلنا بالسلطات مشي غي خطرة مشي غي زوج استنجلنا بالسلطات كذا من مرات ولا مستجب نداء للشي هذا اللي رانا فيه نقص الإنارة المياه ملواثة ركتشوف الفانة هنا ركتشوف فيها الفانة نقص الإنارة للقمامة القمامة رهي كارثة كارثة القمامة رامولدنا يمرضو رهي ديجابنتي في حالة عازمتك أنا نريد أن نقدم نداء للسلطات الجزائرية بصفة عامة يعني من البلدية حتى السيد الرئيس فخامة الرئيس الجمهوري احنا البلدية هذه رأنا من السبعة وخمسين من اللي تحطت أول حجر أساس من السبعة وخمسين حقوق المواطنة بصفة عامة لا ساكن لا مياه لا طرق لا ضو ها هو قدامك حي بناء ذاتي من السبعة وثمانين لا ضو لا طريق لقناة صرف مياه لا إنارة لا إنارة عمومية نطلب نستنجدنا كما قال لك الأخ من السلطات ونجدوا الأعلى مسؤول أخصنا مرافق رياضية مع دناش عنا سطاد ما نشعرف رافي ست سنين ولا سبعة عامة زل ما بنعليه ويلو مع ناش ملاعب جوارية نضافها صون فورسو مكاش خلينا الثانوية وصوال لحدكم ما نحكوش الصحة زيرو تمكنت قوات حرس الحدود بمغنية من حجز ما يقارب من خمسة أطنان من الكيف المعالج في عملية نوعية صباحة الاثنين قرب الحدود المغربية وقد حاول مهاربون إدخال الكمية عن طريق سيارتين رباعية الدفع من نوع ميوتيبيتشي تحمل الأولى ترقيمة مغربية بينما الثانية تحمل ترقيمة دولتين مختلفتين بريطانية وألمانية وقد كانت قوات حرس الحدود لولاية لمسان التابعة لجهاز الدرك الوطني قد حجزت في اليومين الأخيرين عشرين غراما من الكوكايين وهي بصدد إدخالها للتراب الوطنية قام لاجئون أفرق مجهولون بإهانة مشينة للعالم الوطني بمنطقة بنورة بغردايا حيث ألقوا بالعالم الوطني في مكب للنفايات والردوم داخل مجرى وادي ميزاب رفقة ملابس رثة وبالية وقد استنكر سكان المنطقة هذه الإهانة مطالبين من السلطات فتح تحقيق في الحادثة يذكر أن وادي ميزاب كان شاهدا على حادثة ممثلة سابقة فتحت على إثرها مصالح الأمن تحقيقا محمقا في موضوع آخر وقف تلفزيون النهار ببلدية مدغوزة ولا يتيارت على مقال لطاقات كامنة من الإبداع فالمواطن عبدالقادر قزول المعلم البسيط استطاع بفضل أبحاثه البسيطة اختراع ساعة كونية نال من خلالها براءة اختراع من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكلية الصناعية وتتحرك هذه الساعة حسب حركة الأرض بعد ربطها بمحرك كهربائي ويأمل مي عبدالقادر مخترع الساعة اعتمادها كساعة عربية اسلامية بعد تسويقها هذه الأخيرة يبقى المشكلة الأكبر الذي يؤرق اختراعاته ياربن داود زار المخترع عبدالقادر وعاد بالمشاهد والتصريحات التالية وآخر ما توصلت إليه هو هو ابتكار ساعة كونية دور في مدة في مدة 24 ساعة الهدف من الاختراع هذا هو تجسيد تجسيد دوران الأرض حول نفسها في مدة 24 ساعة وكذلك استدارة الزمن استدارة الزمن من اليمين إلى اليسار كأول يوم خلق الله سماوات والأرض وكذلك الأفلاك الأفلاك أو الأجرام السماوية كلها تدور من اليمين إلى اليسار فيما يخص الإضافة الإضافة إلى اليسار هذه الساعة تخالف الفكرة التقليدية القادمة وإنما دوران من اليمين إلى اليسار هذا الجديد في الساعة هذه وكذلك جسد جسد فكرة الدوران فعلا في الواقع كما رحي كما لاحظوا الكرة الأرضية تدور في مدة 24 ساعة ختاما اختارت ولاية ميلا تخليد مناسبة هجمات 20 أوت 55 بمنح الذاكرة التاريخية رسيدا علميا وبحثا تاريخيا وهذا بإنتاج فيلم وثائقي حول شخصية المجاهد لخدر بن طبال يتناول فيه مسيراته أكثر تفاصيل في ميكروفون صوفيان بوغ هو أختم بل بلد لا أختم على روح لا أختم خلاص نحن لا نحوز على روح سبع سنوات من الكفاح ومن النضال بدءا بقيادة الطور عفوا بقيادة الولاية الثانية قيادة يعني